معنا النهاردة يا ميدو قطس أشهر مصفف شعر لعبة كرة القدم في مصر وطبعا النجم المصري محمد صلاح أهلا بك يا ميدو حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الله يخليك أنا مبسوط أن أنا موجود معك والله في الجول النارد أشرف لينا في البداية عايزين نعرف منك يا ميدو أول لعب كرة قدم أنت حلقت له كان مين؟ رمضان صبح رمضان صبح أه كان ساعتها في النادي الأهلي كان لسه رمضان راجع من البطولة بتاع الدبي وأنا كنت سامي أمصان يعني أخوي أو حبيبي يعني فعرفني على رمضان كان لسه رمضان صغير يعني في الناشئين بس فهو كان أول واحد يجي لي وبتاعه وبعد كده فضلت مستمر معه لحد دلوقتي ولعيبة كتيرة بقى بعد كده بقيت يجي لي مين بقى أكتر لعيب بيحب دايما تغير له كل شيء أسط الشعر؟ عبدالله السعيد خلال فترة اللي ما هو كان لعيب في الأهلي وكان مضى للزمالك انت عارف برضو الكواليس ولا كان عبدالله من نوع اللي هو الكاتوم مش مش حد يعرف لا والله عبدالله كاتوم جدا يعني اه انا يعني مرة واحدة مثلا عرفت اللي حصل والأحداث اللي حصل انا حاجة واحدة بس اللي هي ساعت لما هو جي من اتحاد جدة على دي ساعتها كان هو عبدالله كان كان جاي الفجر وجي الصبح على اتحاد بكورة وبعد كده لعب المطش في نفس اليوم في اليوم ده انا روحت بقى وكنت مستنيه وكنت عارف ان هو جاي وهيلعب المطش وكده وروحت قصت له تستني فين بقى في المطار ولا ييه لا لا في الاوتيل في الاوتيل يعني هو اكلمك اه ان هو جاي من السعودية هو لما بيبقى نازل بيكلمني عبدالله كمان لما بيبقى ساعات ساعات عبدالله مسلا ما بيادرش ييجي انه هو قاعد مسلا اا في تجامع وانا مثلا ببقى عندي مكان في زي وعندي مكان في مؤنسي فساعات هو انا سعب اروح له معسكر او سعب اروح له لبيت وكده لعشان بيبقى عنده ده قطمتوش هو عنده تمغين وبتاعه والكلام ده. فهو تمالي بيكلمني قبلها بيوم. في الفترة بقى هو جاي من السعودية بقى قال لك ايه? قال لك تعالى ايه? ولا قال لك ايه? حكالي ان هو عنده جاي هيلعب ماتش. رايح اتحاد الكرة وهيلعب ماتش الاهل. انا كنت متفاجئ. متفاجئة متخيل بصراحة. طيب فيه لعيب بتفائل بحلقة بقصة معينة? وباما. وباما بقى انهي قصة بقى. وباما كنت قصت له قصة كده معينة. ومن بعدها بقى يجيبي جوانة على طول. خلاص قال لي احنا عايزة اثبت على القصة دي. هل وخلاص مسبتها? مسبتها على طول. اغيرناها يوم الفرح بس بتاعه. خلال برضو بعض الصور كان موجود اه امير مرتضى منصور واحمد مرتضى معاك. هل مثلا خلال بقى وجوده مثلا عندك شاف حد من الاهلي? شاف يعني تقابل مع لعبها من الاهلي او حدا? حصل بقى حدا? اه حصل اه امير اه يعني عقلية اه يعني كبيرة كبيرة جدا بجد يعني انا امير اه من الناس برضو اللي قريبة مني وانا بحبه جدا يعني امير اه ما عندوش اه الثقافة اللي هي بتاعة اه لأ ده لعيب في الاهلي ومش عقل في لأ بالعكس امير بيدخل اه لو في لعيبة من الاهلي بيروح بيسلم عليه ازاكا كابتن عامل ايه اخبارك ايه بنور توفيق وجدع جدا وعائل جدا 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 في كل التصرفات فاكذا مر قابل قابل لعيبة وقابل لعيبة كتيرة كمان من الاهلي وغير الاهلي بيهو اللي بيروح يسلم عليهم كمان يقول له زاكا كابتن عامل ايه وبتاعه واحمد مرتضى نفس النظام واحمد مرتضى من الشخصيات بقى طيبة جد يعني ممكن يهزر مع اللاعب وهو موجود ميدو شربك حاجة ولا لا تشرب ايه كابتن منور كده احمد مرتضى جميل برضو مع لعبت الاهلي ما عندهمش حتة ان ده اهلي وان ده مسلا زمالك ولا ده اسماعيل لا بالعكس خالص يعني امير اصلا قبل كده كان كهرابا موجود عندي في الفترة اللي هو مشي فيها من الزمالك ولسه بقى كانت ساعتها لسه مضاش في الاهلي امير دخل وقابل وسلم عليه وتعامل معاه كويس جدا وقال له ربنا يوفقك وما فيش ايه حاجة وكهرابا سلم عليه وقعدنا وحزرنا وما فيش ايه حاجة خالص يعني حتى اليوم ده كنا طالبين حمام انا وكهربا وامير وقف معانا واكلنا حمام وبتاعه وهزر وضحك ولا في ايه حاجة وبعلي كده اتلقت اشتغلت الامير واشتغلت الكهرباء ومشي امير وسلم على كهرباء وكهربا سلم عليه وما فيش ايه حاجة خالص لا امير امير شخصية كويسة جدا يعني محمد صلاح بقى بتحياله فعلا ولا مثلا لو ايه حاجات عادية ولا ايه لا لا باوسله مع صلاح حال بيطلب حاجات معينة ولا لا لا خالص صلاح ملوش طلبات طلبة صلاح بس يعني بياخد بس اطراف الشعر بس بس اطراف الشعر بس بيخفف بس ده انه شوية اكتر من كده ما بيعملش صلاح شخصية بسيطة جدا 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 يعني سعاب بقى قاعد كده وشايفهم على اللعيبة انا بقول هو ده صلاح هو ده صلاح بتاع الدور الانجليزي هو ده صلاح بتاع ليفربول مش مصدق متواضع جدا بسيط تمالي في وسط صحابه يعني متعاون معاهم في كل حاجة هزار وضحك ما بينه وما بين اللعيبة قريب من اللعيبة كلها حتى اللعيبة الصغيرة اللي هما لسه موجودين جداد في المنتخد انا شفت طريق التعامله وشفت كلامه وشفته هو قفه وسطيهم وشفته هو بيبقى معانا بقى فيه كواليس كده بالنسبة بقى لتشارتات اللعيبة احنا بنشوف اللي دايما بتتصور مثلا مع معظم اللعيبة محمد صلاح بقى هل انت بتطلب منه ولا ايه اللي بيحصل مثلا اه انا بطلب منه انا مش انا بس حتى لعبة منتخب مصر كلها بتطلب منه طبعا اي حد يعني بيتمنى او بيبقى شرف ليه ان هو ياخد تشارت صلاح انا كمان يعني ببقى بساعدت انا ببقى مبسوط بالمكان اللي انا وصلت له ان انا كمان باخد منه تشارت هو واقف جنبه وبتصور بيه وهو بيمديل عليه صلاح بالنسبة لنا كلنا كما صالين حاجة كبيرة يعني كيمة كبيرة ده ده تشارت الاخير ده بتاع ليفربول ده بتاع ليفربول اه بتاع اللي انا اخدته منه اخر حاجة ومتصور بيه وفيه اه ده بتاع منتخب مصر كنت اخده منه وما ده كان امتى ده في مطش اه ده امم افريقيا اللي كانت هنا 2019 اه اه ودوت انت ايه معاك تلاتة اه لا والحاجات دي بعد كده هتبقى بمزاد وده برضو بتاع ليفربول كنت اخده منه برضو برضو عرفت انت جمعت ايه تشارتات المنتخب كلها اه مصابه عمد حبيبي مصابه حامد قصة نفسه ان انا اروح اعيش معاه في تركيا عشان موضوع قص الشعر ده بيعاني هناك من الموضوع ده فهو نفسه ان انا بقى معاه تقول لسه مكلمني اه من اه من يومين اه برضو كلمني وكده وقال لي ده انت لازم تجي تعيش معاه هنا لازم تجي لتقعد معاه عشان موضوع الاصل اه مصطفى حبيع مصطفى بديني تشارت بتاعه ده حتى هو كاتب هنا يعني كاتب ميديو كاكس كاتب هالي نمبر وان يعني هو عطول كل ما يشوفني يقول لي اخوي رقم واحد اه مصابه محمد جميل يعني واحنا كنا بتكلم من شوية على الكابتن علي معلول والعلاقة الشخصية بين كل انتو واقناعته خلاص ان الخروف هنا في مصر احسن من تونس او زي تونس عشان ما نبقاش ايه 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 لا يعني كان الفترة الاخيرة كان حوار الترند اللي طلع عليه معلول حط الزغلوني طب حكم يعني علاقتك بيه هل اتكلمت في الموضوع ده معاه؟ والله انا اليوم دوت يوم المطش شوفت علي بالليل كان معايا كنا قديم مع بعض لان هو كان مسافر تاني يوم على طول تونس فهو ما كانش شاف اللي حصل وما كانش شاف التعليقات اللي حصلت وكده فابتدى بقى يشوفه وبتدى يجيله مسجات وبتاعه وكده فما كانش مبسوط علي بيحترم كل الفرق في المنافسة ليه بيحترم كل اللعيبة وفيه ناس كتيرة او اللعيبة بتقابل علي عندي وساعات ابقى خارج اقابل لعيبة بعلي ويقابلوا علي وسلموا عليه ساعات مسلا ابقى موجود وفيه حد بيكلمني من اللعيبة حتى بتاع الزمالكة او اي لعيبة وبعد انا وعلي وعلي يقول لي سلم عليه سلم عليه قوي كده يعني وطارق نفس النظام يعني العلاقة ما بينهم كويسة وما بين الناس كويسة عالي ما حبش اللي حصل حبش الاحداث كلم معاك انا في الموضوع ده؟ اه اتكلم معايا في موضوع التعليق التعليق اللي حصل بتاع علي معلول حبت الزغلول ده فاتكلم معايا ما كانش حابب يعني الوضع وهو ده هو يعني حتى الاحتفال ده هو بجد بجد بيحتفله عشان خاطر كريم يعني علي روحه كريم كريم ابني يعني والله مش بجد مش قصد ان هو يعمل بيه حاجة ولا يدايق بيه حد ولا يبقى شايف ان ده مثلا بيستفز بيه لا بالعكس علي بيحترم كل الفرق اللي بتلعب قدامه وبيحترم ناتزة مالك وبيحب معظم اللعيبة يعرفها وبتاعها مفيش كده يعني مفيش الامتباع اللي اتاخد واللي اتعمل وبيحب بقى السوشيال ميديا ومع التعليق والناس بقى بتاديت تعمل فيديوهات وتنزل فيديوهات والموضوع بقى مقى ترند وبقى كبر بالنسبة للعصام الحضري بحكم اللي انت معاه كل يوم طلع الكلام ساعة محمد الشناوي اللي فيه خناقة بينه هما الاتنين وبعدين تنزلت تقريبا صورة معاه هما الاتنين ما كانش فيه خلاف خالص بالعكس انا كنت بقاعد مع الحضري الحضري كان بيتسل يتطمن على شناوي ويشوف شناوي عمل ايه الجلسة النهاردة ايه وهو مصاب ما كانش فيه ايه حاجة خالص انا معرفش اصلا الموضوع ده طلع بصراحة ازاي يعني انا معرفش تفاصيله معرفش ايه الاحداث بتاعته دي وهي مش موجودة اصلا مفيش الكلام ده خالص بالعكس حضري بيحب صبحي حب ابو جبل بيحب شناوي حب الناس كلها اللي معاه الناس كلها عنده انا بأتكلمك الناس كلها عند عصام رقم واحد كله يعني اللي بيلعب واللي مبيلعبش بصراحة بيتعامل معاهم كده بعدين عصام عنده خبرة جديرة هو كان في المركب اللي هما فيها دلوقتي بزبط فهو عارف وفاهم وحاسس وبعدين عصام يعني مش اللي هو مثلا بيمرض كده وبسلا اذا بيقعد يجي في فيديوهات ويقطع ويشوف كام بيسافر على طول الامارات وطبعا كان عطول بياخد اه رخصة هناك ويعني حضري في مجال التدريب هيبقى كويس او 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 قورتنا وشرفتنا يا ميدو حبيبي ربنا خليك انا مبسوط ان انا كنت معاك والله النهاردة ومبسوط بالكواليس اللي احنا حاجهناها دي ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله حبيب حبيب حبيب